قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن تقرير وكالة الطاقة الذرية بشأن وجود مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع إيرانية قال إنه غير منصف ويفتقر للتوازن ولا يعكس حقيقة مباحثة طهران معها مشيرا إلى أن الضغوط التي تفرض على وكالة الطاقة الذرية تؤدي إلى إخراج عملها عن سياقه الفني والتقني وأشار المتحدث إلى أن محادثة فيينا تبحث المسائل المرتبطة باستفادة إيران من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي